الكيكة كمان بردت عشان كده تطلعتها في اول الحلقة مش هينفع نحشي اي كيكة وهي سخنة هاتوا نحطهم كلهم تأكد بس كفاية الكمية دي ولو احتاجنا هنحشي تاني هيا بنا احنا ممكن هنا بقى ممكن تحشو هقولكم ممكن نعمل ايه عندي مربطين فكريم مربطين اللي عملناه مع بعض الاسبوع اللي فات اي مربة اي فاكهة موسمية تقدروا تستخدموها وتحشو هنعمل ايه هنعمل كده ده مربطين اللي عملناه بوصفة سهلة جدا كانوا اخذ نكهات حلوة حطينا له كمان ينسون وشمر قلنا ده كمان للمعدة هنا هنيجي نقفل كده كيكة جديدة ومختلفة وتعالوا دلوقتي هنا نعمل كده بسيطة جدا ممكن نسميها ابسايد داون كيك الكيكة المقلوبة كيكة البريوش شكلها طالع لذيذة شايفين بقولكم الامع المدور ده بيديها شكل بسيط مش عايز مهارات شايفين طيب هنعمل ايه في النص تعالوا نكتشف مع بعض احنا ممكن هنا نكمل الشكل الدائري ده نعمله احلى انتوا عارفين طبعا اني بعترف دايما انه مليش في الحلويات فانا لو بعرف اعمل حاجة بمهاراتي اللي في الحلويات من يعني الخبرة بس مش من الدراسة تقدروا انتوا اكيد كمان تعملوها طيب احنا عندنا شوية ورد تعالوا نشوف نزوّقها بالورد ازاي عندنا هنا شوية من الوردات هاتوا اجيب استنوا هجيب ملقاط صغير نعمل بقى زي الكيك ديكوريترز والشيفس اللي في بتشوفهم على الانستجرام ونحط الورد كده شكلها حلو ممتعة طبعا صناعة الحلويات النتائج بتبقى مبهرة الصراحة بس انتوا عارفين انا بتجنبها قد مقدر بعملها تحت بناء على طلبكم بس في العادة بحب بقى اطبخ بقى والحوادق والحاجات دي كنترول بقولي اقط شكلها حلوة على الكاميرا قوي ترفع معنويتي والله دايما بس عايز اقولكم انه انا ولا مخططة لأي شكل من اشكال التزوئ ده بالصدفة بحط الحاجات جنبي وبشوف وانا شغالة زي كيك التعيد من البرنامج والله ما كنا مخططة ده انا كنت حتى الموبايل جنبي في الحلقة علشان الحاجات اللي جنبي هي اللي بتديني inspiration وخلال الشغل بقرر انهي واحدة او انهي شكل انسب وبالمتاح دايما لا يعمل ملقاط انا ما قدرش علي استنوا طيب الوصفة اللي قدامنا اللي هي اللي عملنا فيها اللي حطينا عليها سكر البودرة الفطاير دي هنعملها خلطة من الجبنة الكريمي اهي قدامنا هنا مع النشا والسكر البودرة هنحط لها نكهة البشر اللمون وقررت النهاردة انه زي ما قلت لكم احط لها فراولة في العادي ممكن تحطوا يعني الوصفة دي اجنبية انا شفتها بيحطوا بارز اللي هي التوت المشكل اليومين دول مش لقيا يعني قريب على شهر 11 كل الفاكهة الشتوية هتبتدي فحطت فراولة مجمدة لا اكتر ولا اقل تعبت وزهقت وانا بعمل كده انا زهقت اعترافات اخر واحدة اهي اخر واحدة في النص ممكن نحط وردة بيضة اتفقنا ايه رأيكم ترارارا ويددت شكلها السوبر كيوت وحطينا لحشوة من حاجة احنا عاملينها في البيت وعارفين مكوناتها كريمة الكاسترد الشهية تنضم اهو الى التالتواصف